موسيقى أهلا للبنات مرحبا للتاني إن شاء الله تكونوا بألف خير هذا الفيديو تلبطه مني بزاف لذلك اليوم أجبت لكم ماذا نقوم بقشرة قبل أن أعطيكم البنات داركت للوصفات والمنتجات التي نستعملها لكي نعالج القشرة ستعرف البنات الفرق بين القشرة و فروة الراس جافة لأنهم ماشيون نفس الشي ولكن يشبه البعض القشرة يكون طرفها كبار ببيضين يعمر لكم البنات الشعر الحوايج و يبرطون بزاف أما فروة الراس لا تكون جافة يكون البنات طرفها صغيرة لما يبانوا ولكن يأتيوا معهما البنات الحكة يقولون راسكم يحكم بزاف يحرقكم يقدر يحمر لكم و يدركم و هذا يجعل الشعر يبدأ يطح لديكم البنات هذه المشكلة شعركم يحبكم يدركم و عندكم طريفة تغيير بحال القشرة و لاحظوا أن الشعر يطح هذا يبدأ لديكم فروة الراس جافة و القشرة فروة الراس جافة فروة الراس جافة أما القشرة فروة الراس جافة مهم جدا فروة الراس جافة فروة الراس جافة لأن لديكم غير الفروة الراس جافة و تستعملوا منتجات شامبونات و الكريمات كامل لكي يعاجوا زعم القشرة ممكن البنات الحالة تقولون أسوأ و تستعملوا منكم فترة أطول لكي تعالج فروة الراس جافة فروة الراس جافة سوف يدرون لهم الحلول بالنسبة للقشرة تجربوا كأول شيء سكرابس يعني مقشر فروة الراس تستطيعوا تصاوبه في الدار او تشريه انا لديكم مهارة هو هذا بالنسبة للقشرة 8 أورو يجبوني بثرة يمكنكم منتجات اتباع في المركضونة هل هناك مقشر فروة الراس يظنون مقشر فروة الراس يكون فيها اوكاليبتوس يعني نعناع و تشريه سوف تصاوبه جدا اتخذوا بنات الجوش كبار الماء مع نصف كأس الخل الراس والكبار بيكاربوناتو السوديوم لا تكونوا في الدوشة لتضعوا على شعاركم و تمسجوا مزيان و مندجج ديال الثلاثة ديال الثقايق يعملون بثاف و زمين بثاف بعدها استعملوا شامبوان لغسل بعمق بحال هذا البنات من شيا موستر لغسل بعمق هذا يعجبني بثاف و اضعه هنا مرة في شعار البنات كان شعاركم جاف و مرة كلها 15 يوم كان دهني استعملوا شامبوان لغسل بعمق هذا البس الذي أعطيتكم خاصة القشرة تكون مشات لكم و لا تكونوا بعدها تخلصتم من 50% المشكلة اما يشتؤ ان شعاركم باقي هو هو او لا ازاد كثير في هذه المشكلة كان نصحكم للبنات تمشوا الفرماسيا و هذا هو اللي انا كان عاوني بثاف من كان جاتني واحد المرة القشرة قوية و تجي شامبوان لبنات من هذو اللي كان يحيد القشرة و حتى سكروبت ما عاوني بثافة لانه كان كان بحلل نقوله مرض لانه الفروادي الرازالي مرضت و اعطوني هذا بالنسبة لبنات اللي ساكني في اسبانيا تقدروا تلقوه عند اي فرماسيا اهم شيء لبنات انه فيه ثيكلو بيروكس يكن تفل المغري و لا في اي بلاد عربي سيروا لبنات غير الفرماسيا و يعطيكم شامبوان هذا يستعمل كشامبوان يعطيكم واحد ان يكون فيه ثيكلو بيروكس لانه هذه المادة للناس تتعاون بثاف ليس كتتعاون كتتحييد لكم القشرة نهائيا كتتعاج لفروادي الرازالي هذا هو اللي نصحكم هنا في اسبانيا تشرب بالرسد لا تقدرش تشرب بالرسد ولكن اذا كنت عن الطلاب يعطيه لكم و التمنديله مغاليش كنظن كدير مفايد جوجت لسادي الأورو دبعا ندوز نشوفوا تريد من الفروادي الرازالي التي تكون جافة هذه اللي انا كيوقع عليها تقريبا كل سمانة كما تشرب البنات يكونوا غير طريفة صغر بيضين يعني ما كيكونش ما كيكونش باين بزاف كيكونوا غير صغورين وتقريبا ما باينينش ولكن كي يبرسطوا بزاف هذه يا ابنت حاجة طبيعية جدا لانه انا كنت لدي شعر بزاف ونقدر نلقى انه كينش بروديو ماجاج معايا وهذا حتى هو كي يعاون انه تكون عندكم هذا النوع من المشكلة هذه المشكلة خصوصا في نهار الثالث نهار الرابع اللي كتكونوا دارين في هير الكورلي هير ما شيء انه خليتوا شعركم حتى نهار الثالث والرابع هو اللي كي يخلي الفروادي الشعر جافة نوع البنات هذا غير المشكلة كيبان من بعد تلك ثلاثة او 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 ايام في الحاضن منر Lahir المشكلة ست Alexander نفس YOU حيثcks مجرم لذلك م الشاي مجرم الأخير بermak لكي اصرف لأنه يجربتوا شيء جديد و شفتوا أن الفرودي راس حسيت منه شفوا الانجرينتين فيه لتقدروا تعلموا ما ينفع شعاركم و ما ينفعش له و لا تستطيعوا اشتريه بحاله و لا تستطيعوا اطحوا في هذه المشكلة و ياربا تغسلوا شعاركم بثمان و تستعملوا شامبون هذا شيء ينشف الفرودي راس و تكون عندكم هذه القشرة التي تكون صغيرة العلاج للبنات انا استعملت هذا التريتمنت من ازا ايام لا يستطيع أن أخذكم الصورة هنا هذا البنات فور دراي ان ايتشي سكالب يعني الفرودي راس اللي تكون جافة و تحرقنا فيها زيت شجرة الشاي و زيت الزيتون هذا يحجبني بثم سهل لكي نستعملوا و لا يأخذ مني بثم دير الوقت هذا كنت تستعملوا و تخليه في شعاركم يعني لا يأخذكم اي تغسله ولكن انا كنت اجنب ان الفرودي راس اللي تجولي اليد و هنية كنت استعملوا لبنات نخليها عشرين دقيقة و ندوش و نغسله و الثالث حاجة لبنات نصحكم بها هي تستعملوا شامبون يكون يرطب لكم الفرودي راس هذا هو من شيا موستر انا المنتجة شيا موستر كنت احماق عليهم كنت احماق عليهم انتنسيف هايدراتي شامبو فيها منوكا هوني و مفورا اويل لا يجعل لكم الشعر ناشف كيرطب الشعر و يغسله بزيان كي يحمقني و احترر حديله في النق منتجاتهم يحمقوا و مغاليين شاء البنات و انا كنت نحاول نعرف منين تقدروا تشريهم و هاد المرة لبنات لقيت لكم واحد الباج اللي هي انا كنت شري منها و ما كنت عارفة انها كترسل للمغرب سولتهم سفت لهم ايميل سولتهم على جميع البلدان العربية كترسل غير المغرب و السعودية ثمنت ديالهم ارخاص بزاف و حتى التمن ديال التوصيل يكون رخيصة لبنات و يشريتوا واحد يقدر كنظل هو مياد الأورو و يكون التواصل مجانا انا كنت عارفة ابنت تأخذ بردو الشعر عندما البنات مكياج لديهم بردو الشعر كيرلي و شعر عندما البنات بزاف ديال حاجات ليس غير بردو الشعر كيرلي يعني انا كنت عارفة ابنت تشري شيء جمع البنات جوج 3 او 4 و دلوا طالب واحد كي يخرج لكم التواصل مجانا الباج ديالهم اسمتها بيوري باي كينا في الانجليز سوف نضع لكم البنات الرابط في صندوق الوصف و سوف نضع الرابط من المنتجات التي بردتكم اليوم في صندوق الوصف و اصنا الاخر فيديو البنات نتمنى ان شاء الله نعجبكم تكونوا استفتوا لديكم اي سؤال بحال ديال تحت لا ننسى اضعوا لايك اعجبكم الفيديو ان شاء الله في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة